الرسالة التي بين يدي بحسب ما عنونت من الأستاذ الدكتور أبو ذر الحسيني الرسالة طويلة والسؤال الذي جاء فيها يتردد كثيرا وهو موجود في كثير من الرسائل أهل متجمعة عندي والتي لم أجد وقتا كي أجيب عليها الجواب على سؤاله على سؤال الأستاذ الدكتور الحسيني سيكون جوابا على تلك الرسائل أيضا كتبها مثل ما يقول متعمدا باللهجة الشعبية العراقية باللهجة الدارجة كما يصطلح عليها أشار إلى مطاعن أبي بكر مساوئ أبي بكر بحسب ما تعتقد الشيعة السنة لا يعتقدون هذا بحسب ما تعتقد الشيعة ويتساءل يقول لماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر معه حينما هاجر إلى المدينة لماذا لم يأخذ مثلا أبا ذار الغفاري إلى أن يقول بعد أن يشير إلى مطاعني أبي بكر خوة يأخذ العملاق أبا ذار الغفاري أو أحد الطاهرين من الصحابة هس أنا إنسان عادي مو رسول أقرأ الكلام كما جاء في الرسالة مطبوعا هس أنا إنسان عادي مو رسول من أريد أسافر أخذ وياي خوش آدمي يرافقني بالسفر خصوصا كانت سفرة خطرة يشير إلى هجرة النبي خصوصا كانت سفرة خطرة أو مهمة في تاريخ البشرية ويستمر في كلامه في رسالته ويصر علي كثيرا أن أجيب على رسالته وها أنني أستجيب لطلبه سأجيب على رسالته بحدود ما يسنح به الوقت وهو جواب أيضا على عدد كثير من الرسائل المتجمعة عندي والتي تدور في هذا المضمون هناك أجوبة تقليدية لا أريد أن أجترها لأنني لا أعتقد بصحتها أجوبة أجوبة يجترها المعممون إما في الكتب أو على المنابر أو على المواقع الألكترونية لا شأن لي بهم وبأجوبتهم هذه القضية التي جاء السؤال بخصوصها ما هي بقضية يتيمة إذا أردنا أن ندرس سيرة نبينا وسيرة أئمتنا فإن الأمر هذا يتكرر دائما دائما هناك أشخاص سيئون النبي الأئمة يهتمون بهم يفسحون لهم مجالا ومجالا واسعة هذه القضية ليست خاصة بأبي باكر علينا أن نعرف أمرا مهما مرة نحسب الأمور بحساباتنا البشرية بحساباتنا البشرية هذه الأمور ليست منطقية النبي كان عارفا بحقيقة أبي باكر لماذا يهتم به ليس في قضية الهجرة فقط وإنما على طول الخاط وأبو باكر مثال كثيرون من أمثال أبي باكر وهذا الأمر يتكرر في سيرة أئمتنا أيضا يهتمون بأشخاص سيئين من الوسط الشيعي أو من الوسط السقيفي من وسط السقيفة بني ساعد يهتمون بهم ويفسحون لهم مجالا واسعة هذه القضية هذه القضية متكررة لكن لا بد أن تتذكروا بأن الأمر هذا يفعله الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعله رسول الله والأئمة الله يتعامل بحلمه وبلطفه وبرأفته وبرحمته مع خلقه مثل ما جاء في بعض الأحاديث القدسية المال مالي والخلق عيالي الله يتعامل مع خلقه بهذا المنطق هناك حسابات بشرية هي حساباتنا وحساباتنا صحيحة بحسبنا حينما يسأل السائل ويعترض المعترض ويستفسر المستفسر لماذا تعامل رسول الله هكذا مع أبي بكر وأمثاله من الصحابة الذين ما كانوا مخلصين لرسول الله الدليل واضح في رزية الخميس الدليل على عدم إخلاصهم هو سوء عواقبهم واقعة رزية الخميس تكشف هذه الحقيقة ورسول الله كان عارفا به حتى لو لم يكن على بصيرة رسول الله تجارب خيانتهم وتجارب فرارهم القرآن يتحدث عنها ألم يكن رسول الله عارفا بالقرآن هذه المضامين موجودة في القرآن النبي كان عارفا به والقرآن يتحدث عنهم وعن خيانتهم وعن سوئهم لكن حسابات رسول الله ليست كحساباتنا حساباتنا بشرية وحسابات رسول الله حسابات إلهية حسابات محمدية ربانية هناك فارق بين حساباتنا وحساباته ولهذا السبب أمرنا بالتسليم لأننا لا نستطيع أن نتجرد من حساباتنا حساباتنا صحيحة بحسبنا لكنها لا تفرض على الدين وعلى الرسالة لا تفرض على محمد وآل محمد نحن نفرضها على أنفسنا نحن نفرضها على شؤوننا أما إذا كان الكلام عن محمد وآل محمد إذا كان الكلام عن دين الله وعن الله سبحانه وتعالى فإن الحسابات ستكون مختلفة من هنا أمرنا بالتسليم التسليم هو باب النجاة لنا نسلم لهم وانتهي الأمر فحينئذ تتوقف حساباتنا البشرية بحدود شؤوننا بحدود حياتنا اليومية بحدود شؤون أسرنا بحدود أمورنا الشخصية لا تتسرب إلى عقيدتنا وإلى ثقافتنا الدينية تكون عقيدتنا وثقافتنا الدينية محكومة بقاعدة التسليم أن نسلم له في برامج سابقة حدثتكم عن نوعين من المنطق هناك منطق نوري وهناك منطق ترابي نحن لا نرفض المنطق الترابي إذا كان الإنسان يعمل به ضمن حدوده لأن المنطق الترابية ضرورة بالنسبة لنا حياتنا الدنيوية مبنية على قواعد المنطق الترابي أما ديننا وعقيدتنا فهي مبنية بحسب معارف العترة الطاهرة لا أتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن دين سقيفة بني طوس أتحدث عن دين العترة الطاهرة دين العترة الطاهرة مبني في ثقافته ومفاهيمه على المنطق النوري فإذا تعاملنا وفقا لقواعد المنطق النوري هذه الأسئلة لا محل لها من الإعراب هذا السؤال الذي في الرسالة وكثير من أمثاله وأشباهه لا محل لهذه الأسئلة من الإعراب المشكلة أين المشكلة أن السائل يسأل وفقا لحساباته البشرية الترابية وينقي بها على محمد صلى الله عليه وآله الذي حساباته إلهية ربانية نورية فهنا يحدث الإشكال وهذا أمر طبيعي فإننا نأتي بمنطق ترابي هذا المنطق أجنبي عن محمد وآل محمد فنأتي به ونلقي به على شؤون محمد وآل محمد فتنشأ الإشكالات وتنشأ الاستفهامات علينا أن ندرك من أن محمد وآل محمد حساباتهم إلهية حساباتهم ربانية منطقهم نوري أما نحن حساباتنا بشرية حساباتنا ترابية شخصية منطقنا أرضي ترابي الحل أين الحل في التسليم أن نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم ومن هنا جاء تعريف الإسلام من قبله جاء تعريف الإسلام بأنه التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم نحن حينما نسلم لله نسلم لهم نحن لا نستطيع أن نسلم لله بنحو مباشر لا علاقة مباشرة فيما بيننا وبين الله العلاقة المباشرة فتح الله لها بابا هذا الباب المفتوع محمد وآل محمد من خلال هذا الباب فإننا نستطيع أن نتواصل مع الله بالضبط مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة من أراد العلم من أراد المدينة فليأتها من بابها الباب لمحمد ما هم الصحابة من هؤلاء الأعراب الباب لمحمد لا بد أن يتناسب مع مقام محمد وهذا هو الباب الذي تحدث القرآن عنه في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم باب محمد لا بد أن يكون بمستوى محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها محمد وآل محمد هم الباب الذي يؤتى الله من هكذا هو يريد هكذا هو يريد الله هو يريد الباب الذي يؤتى الله من محمد وآل محمد الذي يريد الله عليه أن يلج من هذا الباب أن يعتصم بهذا الباب أن يتمسك بعروة هذا الباب أن يبقى طائفا ساعيا راكعا ساجدا قائما قاعدا في خدمة هذا الباب وهذا هو التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن النجاة في التسليم أنا سأجيب هذه مقدمة لتوضيح المطلب لا أدري هل يكفي الوقت أو لا يكفي أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع وأبدأ من هنا إنها أخلاق الله إنها أخلاق الله ونبينا أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله لكننا لا نستطيع ذلك ماذا نفعل لجهلنا وغبائنا وحمقنا وقصورنا وتقصيرنا وسهونا ونسياننا وذنوبنا وسيئاتنا في الأحاديث الشريفة من أن الإنسان إذا أذنب ذنبا إذا أذنب ذنبا ذهب جزء من عقله لا يعود إليه أبدا إلا إذا أراد المعصوم أن يعيده إذا أراد الإمام أن يعيده فهذا أمر راجع للمعصوم صلوات الله عليه نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم البداية من هنا من سورة الحجرات ومن هذه الآية إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة يا أيها الناس هذا الخطاب للجميع للجميع للأخيار وللأشرار للرجال وللنساء للكبار وللصغار للأطفال لليافعين للشبان للشيوخ للجميع للجميع الله يخاطب الجميع يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أنتم على حد سواء الجميع الأخيار والأشرار الميزان هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بإمكان الأخيار أن يصبح أشرارا وبإمكان الأشرار أن يصبح أخيارا هذا أمر راجع إليهم وتلك مشكلتهم لكن الله وضع القانون القانون هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون يخضع له الجميع الله يعمل بهذا القانون محمد وآل محمد يعملون بهذا القانون لا يفرقون في مقام الإمامة مقام الإمامة مقام ربوبية ومن هنا في تأويلهم لقرآنهم فإن رب الأرض هو إمام الأرض الإمامة الإمامة ربوبية ربوبية بحسبها في مقام الإمامة الإمام لا يفرق بين الأخيار والأشرار لا يفرق بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار إنهم خلق الله الأمر راجع إليهم ما يظهره من تعامل يكون مقبولا عند أتباعه بحسب المنطق الترابي فهذا يقع في حد المدارات في حد المدارات أو أنه يقع في بعض الأحيان في أفق من آفاق التشريع إذا رجع الأمر إلى الإمام الذي هو الإمام إلى عقله الذي لم يكلمنا به قط هم الذين يقولون محمد وآل محمد والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا تلك هي عقوله وإنما نكلمهم على قدر عقوله والله ما كلمنا الناس قط مطلقا ولا في حالة واحدة على قدر عقولنا من هنا نحن محتاجون إلى التسليم لأننا نفكر بحسب المنطق الترابي وهم يعملون بحسب المنطق النوري الحسابات مختلفة فيما بيننا وبينهم هم ينزلون إلينا يتعاملون معنا وفقا لمنطق المدارات لأن هذا هو الذي يتناسب معنا لكن في شأن الإمامة التي هي شأن ربوبي يتعاملون مع الخلق كما يتعامل الله كما يتعامل الله الأخيار والأشرار عند الله في حد سواء المشكلة مشكلته بإمكان الأخيار أن يصبح أشرارا وبإمكان الأشرار أن يصبح أخيارا والقانون هو هذا القانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعلى هذا فإن الله يفسح المجال للجميع ورزقه واصل للجميع نحن هكذا نقرأ في الأدعية اليومية من أدعية شهر رجب في الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا من يعطي من سأله هذا واضح يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه لماذا تحننا منه ورحمه أعطني بمسألتي إياك هكذا نقرأ في الدعاء يا من يعطي من سأله هذا الذي يسأل يعرفه بحدود معرفته وهذا ما هو بأمر غريب هناك كائن يعرف الله هو يسأل الله هو يسأل الله إذا لم يسأل الله فهو يسأل من لا بد أن يسأل الله هذا ما هو بأمر غريب يا من يعطي من سأله الأمر الغريب هنا يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه لا يعرف الله ويعطيه تحننا منه هذا المنطق الإلهي هذا المنطق الربوبي وهو منطق الإمامة الإمامة شأن ربوبي الإمامة شأن إلهي الإمامة ما هي مشيخة قبيلة مثل ما فعل خلفاء سقيفة بني ساعدة هؤلاء مشايخ بدو لا كانوا مشايخة في الجاهلية وليس لهم من شأن أو كرامة بين الناس فجأة بكبسة زر بكبسة زر شيطانية صاروا خلفاء لرسول الله وما هم بخلفاء لرسول الله هؤلاء تعاملوا مع الأمور مثلما يتعامل رؤساء القبائل إمامة محمد وآل محمد إمامة إلهية إمامة ربانية شؤونها إلهية شؤونها ربانية ما أظهروه من تعامل معنا وفقا للأعراف ووفقا للموازين الشرعية التي علمونا إياها كل هذا يقع في أفق المدارات أما شؤون إمامتهم نحن لا نعرف أسرارها إنهم يتعاملون مع الخلق جميعا مثلما يتعامل الله معهم وهذا هو منطق الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء وجعلناكم شعوب وقبائل على حد سواء لتعارفوا أنتم بعد ذلك وضعتم القواعد والأعراف والتمييز فيما بينكم التمييز عندي الله يقول لنا وهو هو نفسه عند رسول الله وهو هو نفسه عند آل رسول الله المعصوبين التمييز هو هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا الأمر يحتاج إلى إعطاء الإنسان مساحة كبيرة لأن الإنسان يخطئ ويخطئ ويخطئ ويمكن أن يصيب لأن الإنسان يذهب بعيدا وبعيدا وبعيدا وهناك احتمال لرجوعه إلى الصواب وإلى المكان القريب هذا هو المنطق الرباني هذا هو المنطق الإلهي وبما أننا لا ندرك أسراره من هنا أمرنا بالتسليم سورة المؤمنون بعد البسملة قد أفلح المؤمنون في تأويلها عن العترة الطاهرة قد أفلح المسلمون المسلمون هم الناجون المسلمون هم الفائزون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون صلوا عليه وسلموا تسليما في أفق من آفاقها نحن نصلي عليه نرتبط به ولكن ارتباطنا كيف نصوره نصوره بالتسليم له صلوا عليه وسلموا تسليما نسلم عليه نقول صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى التسليم هذا أن نسلم له نذهب إلى فاصل في صورة قرآنية في صورة النساء يتجلى هذا المعنى جليا جليا جدا الآية الخامسة والأربعون بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هؤلاء الذين هم في الدنيا يعيشون يعيشون مع نفاقهم وبنفاقهم عاقبتهم القطعية هي هذه واضحة في هذه الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولكن الباب مفتوح لهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما هذا للمؤمنين الذين هم من بداية أمرهم من المؤمنين وللمنافقين الذين رجعوا إلى طريق الحق فصاروا من المؤمنين على حد سواء هذه أخلاق الله وهي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وهي هي أخلاق آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تدبروا في الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إذا استمروا على نفاقهم هذه عاقبتهم القطعية الأكيد إلا الذين تابوا إذن الباب مفتوح إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما هناك لقطة جميلة يرسمها لنا إمام زماننا الحجة بن الحسن في دعاء في دعاء الافتتاح وهو دعاء مروي عنه يقرأ في ليالي شهر رمضان ماذا نقرأ في فقرات هذا الدعاء الشريف إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء بحسب ما يعلمنا إمام زماننا يخاطب الله فصرت أدعوك آمنا مع كل قصوري وتقصيري مع كل عيوبي مع كل الأسباب التي لو كنت حكيما لكنت خائفا منك لكنت خجلا منك ولكن مع كل ذلك فأنا أدعوك وأنا آمن لعلمي بكرمك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا بل ماذا أفعل مدلا عليك أتدلل عليك أتدلل عليك هكذا أتعامل معك لأنك أنت الذي فسحت لي هذا المجال أنت الذي علمتني على هذا ما قمعتني يا ربي ما قمعتني ولا عذبتني سترتني وأكرمتني وأكرمتني وعظمتني وهديتني وأنا أصر على خطأ فصرت أدعوك آمنا وأسألك وأسألك مستأنسا إنني أستأنس بذكرك مع أنني لا أستحق هذا أنا أستحق الطرد يا إلهي لكنك لا تطردني تطردني عن بابك ولا تبعدني عن ساحة جنابك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدلل هو عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب فإن أبطأ عني فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك هل هناك من تودد من الله أعظم من أن يبعث إلى هذه الأمة محمدا ولكن ماذا فعل الصحابة ماذا فعل أبو بكر وأمثاله إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم أريد أن أكتب لكم كتابا عاصما يتودد إليهم بهذا وهم يقولون من أنك تهجر يا محمد ويرفضون أن يكتب لهم محمد صلى الله عليه وآله الكتاب العاصم وعلى رأسهم عمار على رأسهم كبار الصحابة ولذا فقد طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك أنا الذي أتطول عليك أنا صاحب الطول والمنة عليك كأن لي التطول عليك ومع ذلك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل عبدك جاهل جهول هذا هذا هو حال الجميع حال الأخيار وحال الأشرار هذا الكلام ليس خاصا بالأخيار وليس خاصا بالأشرار حال الجميع هكذا حال العبيد هو هذا الله هكذا يتعامل معنا حتى الأشرار في لحظات يعودون بقلوبهم إلى الله أعاظم الملحدين في العالم عبر التاريخ في لحظة من اللحظات يعودون إلى الله برغم آنافهم برغم آنافهم كيف يستطيعون الفرار منه إنهم يضحكون على أنفسهم وهو يمهنهم بحلمه نحن هكذا نقرأ في دعاء كميل الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علمه لكميل بن زياد هكذا نقرأ في فقرات هذا الدعاء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء هناك رحمة تسع كل شيء وفي الوقت نفسه هناك قوة تقهر كل شيء ولا يمكن الفرار من حكومتك هكذا نقرأ في كلمات هذا الدعاء الشريف لا يمكن الفرار من حكومتك إلى أين نفر أعاظم الملحدين في لحظة من اللحظات هم لا أعاظم ولا هم يحزنون ولكن هذا تعبير بالمعاني المضاد بالمعاني المعاكس هم ألعن خلق الله هؤلاء أعاظم الملحدين هم الأكثر لعنة والأكثر بعدا عن ساحة رحمة الله ولكن في لحظة من اللحظات يعودون إلى الله لا يمكن الفرار من حكومته ولا يمكن الفرار من رحمته رحمته وسعت كل شيء وقوته قهرت كل شيء أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية جدا على أساسها نفرق بين حساباتنا الترابية وبين الحسابات الإلهية النورية التي هي حسابات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يديه هو تفسير القموي إنه علي ابن إبراهيم القموي رضوان الله تعالى عليه هذا هو أستاذ الكليني وشيخه الأكبر صحيح أن التفسير تعرض للتحريف والتصحيف لكن فيه من الحقائق الكثير إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الشريفة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والأربعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأول من قاس إبليس واستكبر وفي هذه الأمة أول من قاس واستكبر هم خلفاء السقيفة بني ساعد هؤلاء أول من قاس في الدين واستكبر استكبر على العترة الطاهرة فأول من قاس إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها يشير الإمام إلى معصية إبليس حينما استكبر على أبينا آدم فأول من قاس إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها قال إمامنا الصادق فقال إبليس يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد قد يقول قائل وهل أن الله محتاج إلى عبادة من هذا النوع قطعا لا إنما برنامج هداية الناس وما هو نافع للناس أن تكون العبادة هكذا وإلا فإن الله غني عن كل هذا قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد فأبى أن يسجد بقي على عناده حتى بعد أن سمع الحقيقة الكاملة من الله سبحانه وتعالى فقال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين فقال إبليس يا رب كيف وأنت العدل الذي لا تجور فثواب عملي بطل عمله الصالح السابق قال لا ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين إبليس سأل الله أن يبقى إلى يوم الدين إلى يوم القيامة فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين فقال الله قد أعطيتك بقاء إبليس إلى يوم القيامة بحسب الآيات كان مرفوضا من قبل الله فيبدو أن الرواية فيها نقص أو أن المراد من يوم الدين هنا ظهور إمام زماننا لأن برنامج إبليس يبدأ بالانحسار من اللحظة التي يظهر فيها إمام زماننا صلوات الله عليه يبدأ بالانحسار تدريجيا تجفف منابع برامجه فقال إبليس يا رب كيف وأنت العدل كيف وأنت العدل الذي لا تجور فثواب عمل بطل قال لا ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك فأول ما سأله البقاء إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى أبقاه إلى الوقت المعلوم هذا لا يعني أن إبليس سينتهي بالكامل في زمن الظهور إبليس له رجعة في زمن الرجعة هذا موضوع مفصل في بابه فأول ما سأله البقاء إلى يوم الدين فقال الله قد أعطيتك قال سلطني على ولد آدم لأنه يبغض آدم يحسده قال سلطني على ولد آدم قال قد سلطتك قال أجرني منهم مجرى الدم في العروق قال قد أجريتك قال لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان كي يسلط أولاده على أولاد آدم وأراهم ولا يروني وأتصور لهم في كل صورة شئت فقال قد أعطيتك قال يا رب زدني قال قد جعلت لك ولذريتك في صدورهم أوطانا بإمكانهم أن يدخلوا إلى قلوب الآدميين إلى صدورهم قال قال ربي حسبي أعطاه ما يريد فقال إبليس عند ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رواية أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطته على ولدي وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي ماذا تعطيني وتعطي لولدي فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها قال يا رب زدني قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ النفس الحلقوم أو تبلغ أو تبلغ النفس الحلقوم إلى لحظة الحشرجة والغرغرة بعد الحشرجة والغرغرة تخرج الروح من الجسد قال التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ تبلغ النفس الحلقوم فقال يا رب زدني قال أغفر ولا أبالي من دون حساب هذه الحسابات الإلهية قال أغفر ولا أبالي قال حسبي إلى آخر ما جاء في الرواية هذه قوانين الله وهذا عطاء الله أعطى لإبليس ما أعطى وأعطى لآدم ما أعطى العطاء الذي أعطي لآدم أوسع من العطاء الذي أعطي لإبليس العطاء الذي أعطي لإبليس بحدود الدنيا العطاء الذي أعطي لآدم إنه يسع الدنيا والآخرة العطاء الذي أعطي لإبليس نوع سلطة وتصرف العطاء الذي أعطي لآدم أعطي كرما بلا حدود أغفر ولا أبالي بلا حدود العطاء الذي أعطي لإبليس كان عطاء محدود إبليس أعطاه المجال وحاوره وإبليس يعاند وحينما طالب بحقه أعطاه حقه هذا هو المنطق النوري يختلف اختلافا كاملا عن المنطق الترابي بحسب المنطق الترابي فإننا نشخص الموقف من إبليس أن يهلكه وينتهي الأمر هذا هو المنطق الترابي أما المنطق الإلهي فهو شيء آخر ومن هنا يأتي هذا الإشكال بخصوص أبي بكر وأمثاله ويستمر هذا الإشكال بخصوص زواج النبي من عائشة ويستمر 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 على طول سيرة رسول الله وعلى طول سيرة أمير المؤمنين وتأتي الإشكالات لماذا فتحت الزهراء الباب أو لماذا وقفت عند الباب أو لماذا أو لماذا والحكاية طويلة لماذا خرج الحسين لمواجهة يزيد في عدد قليل لماذا لم يسالم لماذا أخرج عائلته معه لماذا أخرج الرضيع أمام السيوف والسهام والرمح لماذا ولماذا هذه أسئلة مردها إلى منطق ترابي وهؤلاء أشير إلى محمد وآل محمد يتصرفون وفقا لمنطق نوري وفارق كبير بين المنطقين صارت الصورة واضحة قطعا الجواب لن يكتمل في هذه الحلقة وقت الحلقة قارب على الانتهاء لكن الذي نخلص إليه أن منطق الله يختلف اختلافا كاملا عن منطق البشر هل منطقنا خاطئ بحسبنا فإن منطقنا سليم بحسبنا لأن المنطق هو قانون وهذا القانون يعتمد على مفردات حينما نقول المنطق المراد من هذا المصطلح ومن هذه الكلمة طريقة التفكير منطقنا الترابي خاطئ بحسبنا هو سليم بحسب شؤوننا الدنيوية هو منطق سليم كلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار إنك لن تدرك الإيمان لن تكون مؤمنان لن يعانق قلبك الإيمان حتى ترى الناس كلهم كلهم حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم عقلاء في دنياهم بحسب منطقهم الترابي حمقاء في دينهم لأنهم يقيسون دينهم بمنطقهم الترابي فعينما نسلط المنطقة الترابية الدنيوية الذي هو خاص بالشؤون الدنيوية على عقيدتنا الدينية الغيبية فإن الدين سيصبح حماقة وإن المتدين سيصبح أحمق وهذا هو الحمق بعيني لن نكون مؤمنين حتى نرى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذا هو الفارق بين المنطق النوري والمنطق الترابي حساباتنا الشخصية حسابات ترابية نستطيع أن ندبر شؤون حياتنا على أساسها ووفقا لها نستطيع أن ندير شؤون أسرنا شؤون تجارتنا شؤون أعمالنا اليومية شؤون بيوتنا وفقا للمنطق الترابي أما حقيقة أدياننا فإنها تحتاج إلى منطق نوري إذا لم نستطع أن نلامس المنطق النوري فإن العلاج الناجع هو في التسليم ومن هنا أمرنا بالتسليم أن نسلم لمحمد وآل محمد أن نرضى بأقوالهم وأفعالهم من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يصنع فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما قاله محمد وآل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن إن كنت داريا أم لم أكن إنني أسلم بما يقولون أسلم بما يفعلون أسلم بما يريدون الصواب والحكمة والهداية معهم صلوات الله عليهم أكنت عارفا بأسرار ذلك بحكمة ذلك بالعلة بالغاية أم لم أكن لماذا لأنني في أيد أمينة في أيد أمينة إمام زماننا هو أمان أهل الأرض إمام زماننا هو أمان الخائفين هكذا نسلم عليه في زياراته من أنه سفينة النجاة من أنه عين الحياة سفينة النجاة سفينة الأمن والأمان في جوار إمام زماننا أتحدث عن جواره المعنوي عن جواره العقائدي عن جواره المحكوم بالمنطق النوري أما منطقنا الترابي فهو لنا لحياتنا الشخصية لأيامنا لأسرنا لشؤوننا الدنيوية وعلى هذا فإن كل الإشكالات وكل الأسئلة التي تأتي في هذا السياق كالسؤال الذي جاء في الرسالة التي بين يدي وما يشابهه وما يماثله هذه أسئلة مبنية على منطقنا الترابي الذي هو منطق صحيح بحسبنا ولكنه ليس صحيحا بحسب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت الحلقة انتهى تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر